انا بسجلوكم الحتة دي بعد ما كنت خلصت تسجيل الفيديو بس قررت احطها في الاول عشان ما عملهاش فيديو لوحدها حاجة تبوت من الضحك عدوى التروس السودانية اتنقلت لكندا تعرفوا ان سواءين الشاحنات الكنديين حوالي 12 الف ل 16 الف افلين الطريق الرئيسي ما بين كندا الامريكا الشاحنات مفيش حركة الشاحنات نفس النظام ما بين السودان الى مصر معمول من كندا الامريكا 12 او 16 الف سواء عاملين اضراب وسدين الطريق عم بقيت السوائين يعني ليه مهماش عايزين ياخدوا التطعيم بتاع الكورونا مهماش عايزين يحطوا الماسك المشكلة في التطعيم كندا قالت اجباري الكل هياخدوا التطعيم اجباري حوالي 90% من السواءين الشاحنات اخدوا التطعيم الا 10% 10% دول ما بين 12 ال 16 الف سواء العشرة في المائة لان الشاحنات دي التجارة من امريكا الكندا كلها بالشاحنات لانهم كأنهم دولة واحدة فالشاحنات دي شغالة على طول يعني يعني الشاحنات من امريكا الكندا يعني لا تتخيل يعني شوف بقى كام 10% يعني اكتر من 150 الف واحد شواءين شغالين في الشاحنات دلوقتي في حوالي 12 او 16 الف سواء عاملين مظاهرات وقفلين الطريق ومش عايزين يخلوا اي حد من الشاحنات تروح امريكا ده هيبوز اقتصاد امريكا اكتر ما هو بايز يعني امريكا والله والله بايدنا صعبان عليها فعلا اسوأ اربع سنين في تاريخ امريكا بايدن بيحكمهم اسوأ اربع سنين يعني بايدن عليه مشاكل من كل اتجاه وكلكم بتوع كندا بأنهم سودانيين بس شكلهم بيض بأنهم سودانيين ايه اللي جاب لهم العادوى انهم يقفلوا الطريق دي حاجات ما حصلتش يعني عادة بيعملوا مظاهرات ولكن ما بيقفلوش الطريق يعني ما يقولوش مش هنودي حاجة الامريكا يعني هي امريكا مالها اذا كانت امريكا نفسها مش قادرة تغصب على الناس انهم ياخدوا التطعيم يعني امريكا القضاء مش قادر يغصب على الناس انها هتقدوا التطعيم بالقوة كندا القضاء هنا غصب على الناس دي مشكلة كبيرة يعني رئيس الوزراء الكندي القضاء الكندي قال للسوائين امشوا يعني لو ممشتوش هتمشوا بالقوة والكلام ده بقالو خمس ساعات دلوقتي يعني كان مفروض يمشوا الساعة سبعة مساء بتوقيت امريكا بتوقيت نيويورك الساعة دلوقتي هنا في حداشر ونص بقالو اكتر من خمس ساعات ونص وبرضو موجودين وما يسمشيوش من شوية كده طلع رئيس الوزراء الكندي قال حيمشوا ولكن ما قالش هيمشوا امتى بالظبط حيمشوهم بالقوة لان هنا مفيش حاجة اسمها في امريكا انها تقطع الطريق لان يعني دلوقتي الشاحنات اللي جاية امريكا يعني فيها قطع غيار العربيات المصانع في متشجان تقريبا واقفت يعني يعني الشاحنات اللي جاية دي فيها قطع غيار وفيها حاجات امريكا عايزاها مش حاجة مثلا امريكا تقرس تغنى عنها لا عايزاها بتعتمد عليها اكيد اكيد هيحصل هيحصل حيفتح الطريق بالقوة في كندا ده ده مية في المية يعني مهم ربنا هستروا العدوى دي ما توصلش لمصر مش عايزين سوائم بتوع مصر اللي بيوصلوا المضايع للمحلات مصر اصلا السودانين دول بيعدوا يعني اي حد يشوف واحد سوداني في الشارع يبعد عنه ما يقربش منه هيتعدي اي مرض عند السوداني هيجي اللي يقرب منه عدوى عدوى يعني مهم حاجة ضحك السلام عليكم اهلين بالشباب تدريس القرآن في المدارس هو الحل فاكرين لما قلت لكم من فترة طويلة ان اللي بيحصل في السودان ده نهايته مش كويسة حذرت قلت النهاية مش كويسة الناس مريضة الناس بتنام في الشارع الناس ما بتكلش الناس بتستحماش كل واحد منا ربنا خلقه وعنده طولة روح معينة قوة تحمل الناس بتختلف من انسان لانسان في واحد ممكن يتحمل الضغط اكتر من واحد تاني قلت لو مواطن مصر مات هتبقى المحزنة بتاعته في مصر كلها اخوان والمحزنة هتتنقل من محزنة الدفن واحد لمحزنة ضد الشرطة والجيش وضد السيسي طب هو اللي حصل اسوأ من كده مواطن سوداني هو اللي مات وهو ايه وتقتل عمدا بلطقي سوداني بلطقي اسمه عاطف عبدالفراج سيدنا عاطف عبدالفراج كان واقف مع واحد صاحبه على الطريق في السودان مستنى يركب عربية علشان يروح اهل ترس من التلوس ترلا من الترلات وهي ماشية لقاتهم واقفين في وسط الطريق مش عايزين يحيدوا الطريق مش عايزين يبعدوا عن الطريق يعني الاتنين دول فاكرين بقى انهم اقوياء بهوات عايزين يعملوا ترسل وحدهم وقفهم لوحدهم قدام الترلا علشان يمنعوا الترلا من المشيان سواء الترلا كان مخنوق بقى له ثلاث اسابيع الله اعلم بينام فين الله اعلم بياخد علاجه ولا بياخدش علاجه الله اعلم بظروف الصحية الله اعلم بحالته النفسية الراجل بقى له ثلاث اسابيع بينام في الترلا بتاعته في البرد الله اعلم بيأكل ما بيأكلش مخنوق قدهم بيب 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 مش عايزين يمشوا ما هم تروز هيوقفوا الترلا قال لهم اتحرقهم ورح داخل فيهم الاتنين واحد منهم كان زكي جري والتاني انده سمعت طب ايه اللي هيحصل دلوقت تلموا عليه او اتصرف بالشرطة الشرطة وقفته قدام وحاليا هو مقبود عليه دلوقتي فيه سواء مصري موجود في السودان بتهمة قاتل عامد انا حذرت من الكلام ده انا قلت ليه احنا في مصر عندنا ثقافة يعني التصرف بعد الجريمة ما تحصل ليه ما بنتصرفش قبل الجريمة ما تحصل ليه ما عندناش في مصر ثقافة منع الجريمة انا قلت الكلام ده من في فيديوهات كتيرة قوي لازم يكون عندنا في مصر ثقافة منع الجريمة لكن للأسف للأسف مخنا في مصر مخنا واقف يقولك لما الجريمة تحصل ساعتها نشوف الحل ايه في حين ان المفروض المفروض نمنع الجريمة طالما عارفين انها ممكن تحصل طيب اها حصلت الجريمة وسواء مصري قتل بلطاج سودان العمل ايه دلوقتي هتعمل ايه مصر ولا حاجة السيسي هيتصرف ابدا الجيش هيتصرف ابدا ليه خايفين عالعلاقات المصرية السودانية الشعب السوداني بالكامل بيقره المصريين بالكامل الشعب السوداني بالكامل بيقره المصريين فاكرين ان احنا بنسرق الخير اللي عندهم ما يعرفوش ان احنا بقى شهور بناديهم قهرابة ببلاش ببلاش هل السيسي خرج وقال ده احنا بنعطوك وهرب ببلاش في السودان امدا السودان حاليا بقى الدولة مفككة السودان حاليا ما تعتبرش دولة السودان حاليا عبارة عن ميليشيات ما نقدرش نتعامل معها كأنها دولة لأنها مش دولة الدولة بيكون فيها حكومة بيكون فيها بوليس بيكون فيها شرطة لو السودان فيها دولة ما كانوش تروس دول شوية بلتقية يقدروا يقطعوا خط الحياة بتاع السودان الشي الغريب أن السودانيين فكرين أن هما كده بيئزونا احنا كمصريين بيئزوا اللي هما كده فاكرين انهم بيئزوا الاقتصاد المصري ما يعرفوش انهم بيئزوا الاقتصاد السوداني لكن هيعرفوا من during وهم اغبية هما لو ما كانوش اغبية كانوا قالوا أنه يصد النهضة مفيد لهم احنا بنتعامل مع شوية اغبية السودان شوية اغبية مليانة اغبية لكانوا اغبية ممسوكين لما كانت دولة دلوقتي بقى اغبية مفككين جماعات طب العمل ايه هنفضل سايبين السوائين كده في السودان تحت رحمة السودانيين طب نفترض ان السودانيين دول قالهم هنروح ناخد حقنا من السوائين المصريين وجم مثلا هجموا على السوائين المصريين بالشوم او بالسلاح واتلوهم اتنين ثلاث والسوائين المصريين هم كمان هجموا على السودانيين واتلوهم اتنين ثلاث حيب العمل ايه نفترض ان السوائين المصريين يتجننهم لان نبقى لهم ثلاث اسابيع محبوسين الله اعلم وضعهم ايه اكيد ما بيستحموش تخيل ان يكون بقى لك ثلاث اسبوع ما تستحميش تخيل هتلاقي نفسك خلاص بايه جربان هتستحمي فين لانت بتنم في العربية لانت عايد انت في الجبل لان الله اعلم بتاكل ولا بتاكلش لانت بتشخ في الجبل هتستحمي فين الناس حالتها النفسية زفت السوائين في مصر في السودان حالتهم من نفسية زفت الفين وخمسمائة سواء سودان مخنوقين نفترض بقى انهم يتلموا مع بعض وقالهم احنا هنسوق عربياتنا وهنروح بلدنا ويقف طريقنا هندوسه ممكن يحصل كل انسان له تحمل بعد التحمل خلاص مفيش بيانفجر ممكن يحصل نفترض ان السوائين دول اتفقوا مع بعض انهم حيسوق حيمشهم ومش هيوقفهم ولو اي الترس قدام منهم حيمشوا في الترس لو مية حيمشوا في المية مفيش حاجة توقف تريلا مفيش حاجة توقف تريلا التريلا متوقفهاش غالدبابة لكن عربية عادية التريلا تشلهن لو ده حصل و الفين و خمسمائة سواء ميش يوم وكل اللي يقف قدامهم السودانيين دازوه وفضلوا ماشيين لحد ما دوصلوا مصر ومات فيها الف الفين سوداني العمل هيكون ايه؟ هل انت يا سيسي مستنى لما ده يحصل؟ جاوب هل الجيش مستنى لما ده يحصل؟ جاوبوا انا بقى بقول لكم ان احتمال كبير ده يحصل وافتكروا ان اللي بقول عليه بيحصل مفيش حاجة قلتها ان لو حصلت من اربعة شهر قلت مصر هتعمل قاعدة عسكرية في جيبوتي في الوقت اللي محدش عنده فكرة خالص عن موضوع قاعدة عسكرية دلوقت الاعلام كله بيقول مصر هتعمل قاعدة عسكرية في جيبوتي قلتها من اربعة شهر من اربعة شهر بقول عليه بيحصل لكن الناس مش عايز تفهم العقول في مصر مربوطة جيل غريب هتعمل ايه يا سيادة الرئيس هتعمل ايه يا جيش لو السوائين المصريين اتجننهم وداسهم كل الناس دول ورجعوا مصر بعربياتهم انا لو كنت من السوائين دول هعمل كده لو كنت من السوائين هقضت ريلا بتاعته وحمشه ومش هقف اللي هيقفوا قداما انا هزوسوا عندكم مشاكل مع بلاككو احنا من احنا كهرامة بتاعتكو غالية مشكلتكو مع الحكومة بتاعتكو تعطلونا احنا كمصريين عن مصالحنا ليه احنا سوائين مصريين شغلتنا بنوضر ضعا السودان وبنجيب ضعا من السودان دي شغلتنا انتو ملكوا ملنة انتو مشكلتكو مع بلاككو تعطلونا احنا ليه العربيات دي عليها قصات العربيات دي عليها قصات هل الشركات اللي بيشتغل فيها السوائين هيعوضوا اصحاب العربيات عن الخسارة اللي بيخسروها؟ هيعوضوهم عن الزل اللي شايفينه؟ عن النوم في الشارع؟ عايز حد يفكر في الكلام اللي انا بقوله لان ما حدش حاسس بالناس بالسوائين دول الا السوائين دول ما حدش حاسس بيهم حتى الاعلام المصري مش حاسس بيهم مفيش اعلامي مصري يتكلم عن السوائين في السودان زي ما يكون مفيش سوائين ليه؟ عشان السيسي عمل حساب المستقبل في علاقات مع السودان عني سودان السودان خلاص بتتفكك اللي انت يا ريس حاولت تمنعه من زمان خلاص بقى مش بايدك السيسي انا عارف اللي انت عملته نحن دفرين ويساوه عارفين كل حاجة لكن خلاص لا بقي لك ولا بقيدي عملنا المستحيل عشان دخل السودان دولة لكن السودانيين نفسهم مش عايزين يبقوا دولة يبقى هتعمل ايه؟ فكر فيها يا سيسي هتعمل ايه؟ السودان بتتفكك وهتتفكك وهتبقى اسوأ من اسيوبيا واسوأ من سوري مفيش حل حل الوحيد اننا نحتللنا نحتلق ميت ميت كيلو كده عشان نعمل امان لمصر هو ده الحل الوحيد نختار زيق كده خمسين كيلو او ميت كيلو داخل حدود السودانية نحتلهم علشان نتلاشى بلويهم من انها الجنة مصر لان السودان حتنهار حنفضل بقى كده مستنيين لحد من البلاوي اللي انا بقول عليها دي تحصل والاخر يطلع واحد يقول لي انت وشك نحس انت قلت ان الكلام ده هيحصل وحصل ما انت وشك نحس بس ماهاش وشك نحس اسمها بتقرى بتقرى الاحداث اسمها فاهم الاحداث اسمها فاهم اللعبة اسمها عارف هقول لكم ايه بس في حاجات بتبقى مكتوبة وفي حاجات بتحصل غزبا عنها دي بقى حاجات غزبا عنها بتحصل مش مكتوبة لازم الجيش المصري يتصرف ويخرج السوئين دول لازم يضغط على الجيش السوداني انه يخرج السوئين دول من السودان ولازم الحدود تتقفل لازم الحدود المصرية السودانية تتقفل ومرة تانية بقول لي السيسي حيحصل حالات قتل بين المصريين والسوئين بين السوئين مصر والبلطغية في السودان وهتبص تلاقي الجنازات في مصر كلها اخوان وانت اللي هتدفع التامن يا سيسي انا بحذرك مش بحذرك بخوافك لأ بقولك ده هيحصل بقولك هيحصل مع وصول اول جسة مقتولة لسواء مصري مصر هتلاقي الاخوان كلهم ماشيين وراه ومش هيمشوا وراه عشان يدفنوا هيمشوا وراه عشان ينادوا ضد السيسي وضد الجيش مستنين ايه يعني مستنين ايه السودانيين مش هيسيبهم حيفضلوا كده ليه لانهم ما بيفهموش يعني ايه اللي المفروض يعملوه علشان الشعب في مصر يعرف انهم ما بيفهموش الشعب ما بيفهمش هتفضلوا تتعاملوا معهم على انهم بيفهموش هتتعابوا ما بيفهموش دول علاجهم يعني دول متعودين على انهم يبقوا عابين علاجهم العصاية علاجهم الضرب والله العظيم لو سواء دخل فيهم هتبصوا تلاقي كله جنة زي الخرفان دول بقوا قسود عشان احنا يا بصري ما بنعملش حاجة كم مرة اقول السيسي هدد بناس في السد مجرد تهديد عشان السودانيين شخوا على نفسهم حتى مجرد تهديد مش عاوس المخطط بتاعنا شكل كده باز هنروح هنوصل هنوصل لبني شنقول ازاي شكل الموضوع هيتأخر لحد ما نشوف حل مع السودان طيب هل بني احمد هيفضل حد امتى مش هيملش الممر الوسطاني يعني اللي بيحصل في السودان مشكلة لابي احمد نفسه السنادي ابي احمد هيلقي حل هيقول يا جماعة انا مش هقدر اعلي الممر الوسطاني عشان اعطي فرصة للمفاوضات ماشي هيخرج منها السنادي لكن لو بتحلتش مشكلة السودان في خلال السنة دي قبل المل قبل شهر قبل شهر تلاتة السنة اللي جاية لو ما كانش في حل هتحط ابي احمد في موقف لا يحسن عليه يعني لازم يا سيسي تتصرف لازم مشكلة السودان دي تتحل فيش حل غير انه لو اضطرها نضرب السد بالصواريخ اضربه يا سيدي هددهم الاول ما تضربوش بلاش نقتلهم لو ان امريكا عايزك تضرب وانت عارف ان امريكا عايزك تضرب وانا عارف ان امريكا عايزك تضرب يمكن ما يكونش بيدك حل غير كده يا سيسي يمكن هو ده الحل يمكن السودانيين دول مكتوب عليهم انهم يموتوا يمكن هم عايزين يموتوا على الاقل هدد هدد بضرب السد بالصواريخ قلهم قدامك وشهر تخلوا السودان روحوا اسيوبيا روحوا تشاد روحوا اي مصيبة سودا بس تقفل الحدود ما يقولناش مصر حل مشكلة السوائين لو حصلت مشاكل والسوائين المصريين بدأوا يتقتلوا في السودان هتلاقي فيه ناس هتلاقي فيه ناس في مصر هيبدأوا يقتلوا في السودانيين اللي موجودين في مصر هممشي عايزين المشكلة تكبر حل المشكلة الاسيسي هدد بس هدد بناس في السد مجرد تهديد لكن هتفضل مستنى البرهان البرهان شكله كده ضعيف ومش قادل يتحكم في السودان كل الجرائد في السودان عملين يتكلموا عن مقتل عاطف عبد الفراج وقولك عايزين القصاص قصاص ايه؟ ده بلطاقي بلطاقي بيأتع طريق المفروض يتقاتل ده بلطاقي يعني المفروض ملوش حملوش قصاص ده ده بلطاقي واحد بيأتع طريق في حاجة اسمها قصاص مع قطاع الطرق انتو تجننتم؟ اه؟ اه؟ هاقروا اقروا شوية حاجات من الجاي في الجرائد؟ اه؟ 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 اعلم اشتركوا في القناة 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 ربنا هو اللي بيرزق مش الشركة اللي انت شغال فيها لو كل السوائين في مصر اقولوا مش روحين للسودان من حقكم لانكم هتروحوا ومش ترجعوا تاني لو روحتم يبقى تستاهلوا بقى اللي يقراركم انا محبش الغباء انا لا بحب الجهل ولا اقره الجهل واقره الغباء اي سواء يروح السودان حاليا من مصر يستاهل اي حاجة تقراره في السودان انا قلت قبل كده بطل الاستراض اللي بناخده من السودان مش عايزين البهاين بتاعتهم دي انا قلت البهاين بتاعتهم دي هم الخسرانين البهاين بتاعتهم دي هتضمر هتخرب بيوت الناس اللي بيربوا البهاين هتخرب بيوتهم وهكون النتيجة انهم مش هيربوا تاني الناس مش السودانين اغبية فاكرين انهم كده بيؤذونا احنا ده فيه ناس فيجي بيقول ان هم اللي بيبوزوا الاقتصاد بتاعنا يعني فيه ناس فاهمين ان افلان افلان الحدود بيبوز اقتصاد مصر الغباء بتاعهم فاكرين ان اقتصادنا احنا اللي بيبوز علشان شوية بهايم شوية بقر بيبوزنا من عندهم شوفوا الغباء شوفوا الجهل ما يعرفوش ان اللي بناخده منهم مواد خام لو احنا ما خدناهاش هتترمي في الجبل ما عندهمش مصانع يصنعوا حاجة هم اغبية هم فاكرون انهم يقدروا صنعوا حاجة فيش مصانع في السودان يعني اما انهم يبيعوا المواد الخام واما هترمي جهل غريب وعمر ما هيكون فيها مصانع لانها مصانع مين اين اي راجل اعمال هيفتح مصنع في السودان بلد كلها بتحارب بعضها دول دول السودان انا بقولكم السودان هتبقى اسوأ من سوري وبكرا تشوف الا اذا الا اذا البرهان طلع داكر ومسك البلد بالحديد والنار ولحد الوقتي مش باين الحل الوحيد اللي ينقذ السودان ان البرهان يمسكها بالحديد والنار حديد والنار يعني اي مظاهرات اضرب نار التروس دول امشوا ولا هندربوا بالنار غير كده اقرا فتح السودان والمشاكل هتحصل في السودان هيبقى حيبدأ يجينا بقى ملايين من اللاجئين عشان كده بقول لازم نقفل الحدود احنا ما عندناش اقتصادنا ما يسمحش ابدا باربعين مليون لاجئ سودان ابدا ماشي نرجع لموضوع تاني انا كررت اني مش هكلم تاني في موضوع لا الدين ولا الازهر ولا شيخ الازهر ولا الموالدة كله ليه لاني انا اكتشفت انا بيني عن مصر بقالي 35 سنة ما عرفش الناس عايشة ازاي 35 سنة دول غيروا الشعب المصري تغيير كلي انا اكتشفت ان الناس في مصر محتاجين رسول والله يعني عشان المواطن المصري يفهم محتاج رسول يعني لا انا ولا مليون زي هياثروا على عقلية الشعب المصري مصر محتاجة رسول والحمد لله الرسول موجود السيسي السيسي هو اللي هيحل مشكلة الدين دي في مصر فيش حد غيره عشان كده انا فكرت فيها اقعدت احسن فيها لقيت نفسي بنفخ في قربة مقطوعة انا والله انا طيب انتو وتعرفونيش اضحكوا علي بقى اضحكوا علي فعلا انا كنت فاكر ان عندما هقول لكم شيخ الاظهر اخواني شيخ الاظهر اخوان ده اخواني ده حلو ده وحش كنت فاكر انكم هتقولوا متشكرين الرجل ده اعرفني حاجة مكناش عارفينها والله يعني 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 اما اني طيب واما اني اهبل ما اعرفش انتو حكموا بقى لكن انا كنت فاكر ان عندما هقولكم علي الحقاية دي لان انا عارف انها حقاية ده شغلي وانا ما اagزة يعني وتعرفوش عني حاجة. لكن انا عارف كل اللي قلته حقاية. انا كنت فاكر ان لو قلوكوا كده. حتفتحوا دماغكم وتقولهم الرجل ده عنده حق. احنا كنا شكين. احنا دلوقتي تأكدنا. لكن اللي حصل اني لقيتني انا بتهاجم. يا نهاري شود. انا بانصح. اتهاجم. فقلت لا 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 العملية دي مش. العملية كده مش جايبة همها ابدا. الناس دول الشعب ده مش هو نفس الشعب اللي انا كنت فيه من خمسة وتلاتين سنة. العقلية اتغيرها. عشان كده اكررت ان الكلام في الموضوع ده حاجبت حاجب المرض لنفسي. عشان كده اكررت مفيش كلام في الموضوع ده تاني. الدين ربنا هيحميه. الدين له ربي يحميه. ولكن عايز بس اقول لكم افتكروا الكلام اللي انا قلته. لان هيجي يوم هيجي يوم تقولولي متأسفين ميستر جلاد ان احنا شكينا فيك. وهيجي يوم تعتذرولي على كل شككو فيه. لان في حاجة انا متأكد منها كويس ان كل كلمة قلتها حقيقة مية في المية. وحامرة تانية بقول انتو متعرفوش عني حاجة. ومرة تانية بقول لما اقول حاجة سدقوها. مش عايزين تصدقوا موضوع الازر ما تصدقوش. لكن الموضوع التانية سدقوها. لحد ما تثبت لكم انها غلط. واظن اللي امتبعني عارف ان اللي بقوله بيتحقق. اللي بقوله بيتحقق. مش معقول مش معقول يعني اكون اكون كل حاجة اقولها بتحقق وبقى مش عارف. يعني فكروا. المهم موضوع الدين موضوع الازر انا مش هجيب سيرته تاني. ولكن افتكرم ان انا قلت لكم وحزرتكم وفهمتكم. وكانت النتيجة ان انا اتهجمت. خلاص? عشان موضوع ده بصراحة انا انا عملت اللي علي. انا عملت اللي علي وربنا عارف وسيسي عارف انا عملت اللي علي. وعملت اكتر كمان. ودعم ربنا يطول في عمر السيسي. لان هو الوحيد اللي قادر على انقاذ الدين الاسلامي. تنسوش بالكتير ما قولتش الله الوطن السيسي. لان كل الفيديوهات اللي كنت بعملها عن الازر كنت بعملها وانا متنرفز وانا مخنوق. مخدش مصدق ان الناس بتصدقنيش يعني يعني كون الناس ما يصدقنيش دي في حد ذاتها زعالتني. والله. يعني اخر حاجة كنت اتوقعها ان اقول حاجة هو الناس ما تصدقنيش. ممكن ما تصدقنيش لكن تهاجمني كمان. يعني ما تتصوروش الموضوع ده اثر فيها جدا. انا بنصحك. بنصحك. بدل ما تشكرني تهاجمني. المهم تنسوش الله الوطن السيسي. تحية مصر. اسمح على خير.